مصدر مقرب من اللاعب يوسف أوباما بيكشف حقيقة ما تردد حول وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب المصدر بيوضح أن اللاعب سيجدد مع نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة ما فيش حد من مسؤولي نادي الأهلي فتحه في موضوع إمكانية انتقاله للقلعة الحمراء كل ما تردد في هذا الأمر هو من قبيل الشعاعات أمر غير صحيح على الإطلاق المصدر قال أن اللاعب رغبته الأولى هي البقاء في نادي الزمالك بيقترب من تجديد عقده لمدة موسمين لم يدخل نادي الأهلي في مفاوضات معه سواء بشكل ودي أو بشكل رسمي